بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة الله عليم بعباده خبير بعباده رحيم بعباده أعطى كل ذي حق حقه فقال جل وعلا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا الله سبحانه وتعالى جعل الميراث في قسمة عادلة وبعض الناس يظنون أنهم أرحموا بعباد الله من الله عز وجل فغيروا قسمة الميراث بزعمهم أنهم في مقام عدالة والله تبارك وتعالى يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما لا تتدخل فيما لا يعنيك حتى لا تنال ما لا يرضيك بعض الناس إذا جاءه الإناث تراه منزعجا وبعض الناس إذا جاءه الذكور تراه منزعجا والله سبحانه وتعالى هو الذي يقول في كتابه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما كان جار له سبعة بنات وكان لجاره سبعة ذكور هذا لم يرزق بالذكور وهذا لم يرزق بالبنات وكان والد الذكور يتباهى على جاره ويقول عندي سبعة ذكور أنا أبو البنين وأنت أبو البنات مرت الأيام وإذا به ينظر صاحب أو الذي رزق البنين إلى جاره الذي رزق البنات فرآه مخدوما محشودا يعيش في كرامة غير أنه لم يبقى عنده من أولاده الذكور أحد وقد تزوج البنات وتزوج الذكور فسأله عن حاله فقال في كل يوم هناك ابنة من بناتي تأتي لخدمتي تطه لي طعامي تنظف لي بيتي تقوه بشؤون حياتي فهم قد قسموا الأسبوع على أنفسهم وأما والد الذكور فلم ترضى نساءهن نساء الذكور أن يخدمنا عمهن أيها الأحبة هذا نموزج من نمازج كثيرة في حياتنا هناك من يحرم أولاده البنات حتى لا تذهب الترك إلى الأصهار وإلى الأباعد وإلى الأجانب هكذا بزعمه ولكن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بعباده كم من أب حرم البنات ثم تحسر بعد ذلك أيما تحسر أعرف جارا لي قد رزق بالبنات ورزق بولد واحد فإذا به يكتب كل ما يملك باسم ولده وإذا بهذا الولد عندما ملك المال أصبح يبخل به على أبيه دخلت عليه وهو قطعن في السن وعلى فراش الموت وكان الجو حارا وهو رجل كان منعما عليه فقلت له لما هذا الحار أين المكيف لماذا لا تضع مكيفا في الغرفة فبكى وقال منذ سنة وأنا أترجى ولدي أن يضع لي مكيفا في الغرفة فيأبى يطعمه ولده بل قطار كما يقال وقد أخذ المال كله وهكذا نرى أيها الأحب بعض الناس من ظن أن رحمته بولده الصغير أن يكتب له ما يملك من المال ليحرم الكبير وربنا سبحانه وتعالى أعلم بالبار منهما هناك رجل ظن أنه رحيم بولده الصغير فكتب له كل شيء وحرم الكبار فانقلب ذلك الصغير عدوا لأبيه وانقلب أولئك الكبار أو فياء لأبيهم فكان يموت كل يوم مئة مرة هكذا نرى أن بعض الناس يريد أن يرحم بزوجه فيعطيها ويكتب لها من أجل أن يحرم أن لا تضيع هذه المرأة عند أولادها إذا مات فيموت فتموت المرأة بعد أن يكتب لها وتنتقل الترك إلى أولاده ويسومونه سوء العذاب لماذا؟ لأنه تدخل بما لا يعنيه لا ندري من أقرب لنا نفع هل أنت ربما إذا كتبت لوالديك وحرمت أولادك كان أولادك أرحم بك من والديك وكان أكثر نفعا لك من والديك وربما إذا فعلت العكس كان والديك أرحم بك من أولادك هكذا كان في الجاهلية الله سبحانه وتعالى وضع الميراث حتى يجعل كل واحد يأخذ حظه غير منقوص بل إن الله سبحانه وتعالى عندما وضع الميراث بهذه القسمة وضعه سبحانه وتعالى لأنه يعلم أحوال عباده ألم نقرأ في سورة الكهف ما كان من إخبار الخضر لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما قتل الغلام قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة نحن لا نعلم من الولد الذي فيه الخير ومن الولد الذي ليس فيه الخير البارحة كنت أتحدث مع بعض الأقارب فأخبرت عن أحد أقاربنا الذي منع إخوته الإرث وأخذ أموالهم أخذ أموال أخواته البنات من أبيهم وحرمهم ذلك وإذا به عندما طعن في السن انفض عنه أولاده وكان في حالة يحتاج إلى من يمرضه وأولاده خارج البلاد فإذا بأخواته البنات اللوات حرمهن الإرث يقمن بشأنه ويقدمن له ما يحتاج من خدمة والأمثلة في ذلك أكثر من أن تعدى وأن تحصى فيا أيها الأحبة لا تتدخل فيما بعد الموت لا علاقة لك في المال العقوق لا يمنع الحقوق هذا ولد عاق الآن لكن ربما ينقلب العاق بارا والبار عاقا وأنت لا تدري ولكن لا ينفع الندم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى جعل الحقوق بميزان هو أدق من ميزان الذهب لأنه ختم الآية سبحانه وتعالى وكان الله عليما حكيما هو الحكيم هو العليم هو الخبير سبحانه وتعالى دعي الأمر على ما هو عليه لا تقول من أعطي ومن أمنع الله أعطى كل إنسان حقا أنت لا تتدخل في هذه القضية لا تكتب لفلان ولا لعلان اجعل الأمر يجري كما كتبه الله سبحانه وتعالى بمجرد أن تغادر الحياة لا علاقة لك بالمال المال لله هو الذي قسمه وهو الذي جعل القسمة عادلة مهما حاولت أن تعدل بين أولادك في القسمة فإنك ستظلم ولكن دعي الله يفعل ما يشاء عندما تغادر الدنيا فإن المال ينقلب إلى الورثة بحكمة وبعناية إلهية بالغة نحن لا نستطيع أن نصل إليها مهما اجتهدنا إلى ذلك سبيلا وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين